الست الهنم العقلة الراسية اللي قاعدة دي اللي بتقول لي انه انا مشتركتش كتير في تربية امي ودنيا لكن النهار ده انتي انتي قاعدة يعني انا بشوفك زي ايه مؤسسة قاعدة بتديري سمير ايوه لان سمير دلوقتي بقى متدلع اكتر من الاول وابتنح في موضوع علاجه وانا بزعق له يعني هو بزعق بقول لها هو عشان انا بشتكيلها انه كل ما شوفك تقول انا مش عارف عندي ايهم بتروح تعملها يا سمير تقول طب حروح ويكسل يروح يزبط نفسه كانوا دايما يقولونا ايه ما تهتموش بدنيا بس يعني عشان امي زيادة عن اللزوم لغاية ما هي دلوقتي بنخاف منها كلنا انا وسمير ودنيا البعاو بتاعتها امي ليه؟ مامي على طول لا 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 فضيع عصبية جدا امي منه هي صغيرة باباها بلانة بكلب صغير من ساعتها هي اطرابه ما كان هو عايز كلاب في البيت خالص هو مرة جاب كلبه كان هيعضه هو جاب له مدرب من بتوعة كلية كلية البوليس الشرطة يقولي الكلب فسامير الراجل ماشي في حب يقلد الراجل اوه عضرك رحابش طويل من ساعتها كري الكلام انت عارفة انا كنت لازدقة في كل المسارح عشان بسجل اذاعة ماشي يا بنجل ايو لا وبعدين انت حبيب سامير غانم اه طبعا اوي اوي العمر ده اه انا عارفة وبعدين انت ياما ساعتيني اياما كنت بحب سامير غانم بقى انا لسه طبعا بحبه يعني ربنا يخليه كنا بنعمل مسرحية تصوير تليفزيون وكنت انت البطلة انت واسامير غانم اسمها بطة وعلي لون ايوة وانت كنت لسه بحبيفة وبطة وعلي لون اه ما ليه كنت لسه ما تجاوزناش مانعت اربع سنين ايوة صح ده كان مشوار طويل اه كنت انا بعد اتغاز لما يقولوا بنات معجبات يقعدوا يتقولي مالك وشك مازرد كده ايوة فكنت رحيت لشيهم والله العظيم فاكرة هو على طول طول عمره انت استحملتي استحمال سامير ده كان عامل زا حتة الحلوة اللي بتلاقي الدبان بنعف عليها اه والله كل البنات كده يلزقونه نقرض نشيلهم من عليه كده ودي حبيبتي قاعدة تحبه وتقولي يا بنت اقول لها بتعملش المناظر دي يا رب ولد فريد شاوي الله يرحمه ما قاعد يقولي ان انا بتفائل بالشيخ احمد واجايب لي احمد يحيا المخرج اه وانا مش عارفاه اه وانا اقول له مش انت اللي كنت بتمثل مع عبدالحالي محافظ تتغييز اه وقاعد يشوف لي البخت وجاب لي احمد يسين يشوفوا لي البخت وسامير يغششهم اه معلومات عني وان انا مزقزيق وخريجة زراعة ومش عارفة ايه فيقولولي فانا امبهر نبي كانت طيبة خراوية سازجة برضو مهرتها اضواء المدينة اضواء الوسط الفن والله العظيم كانت بجد كانت بيضة ونقية جدا كده وبتاع بس انا عمري ما عملت فيك مقال لا هو سامير كنت انت طيبة انت وماما كريمة اه كنت طيبة اه ماما كريمة كنت طيبة تقوله يا سامير لي البت تقول لا استنى بقى مع شاعد دلوقتي تقول بنت بتحبك يا سامير ده انت جريب وانا اقول لا وانا كنت تحدى بقى معا اقول لا متعطيش تدلق كده ايه ده يا سافيت قولي ما دلت يا حبي دي محبه محبه مفيش انترفيو سواء كان سامير لواحده او انت معاك ويسألوه ايه قصة الحب يقولي هلا كانت تحب ده ايه ايوة لا فضحني فضحك على مدى كل الجوازة استعبط استعبط طب حكيلي بقى من فقط ده هو فرصتك الميكروفون معاك بقى رودي حركات يخلي اي بنت لازم تحبه وانا انا متاقل انه لو كان فيه نجم تاني غير سامير غاني بنفس الحركات كنت هو اللي اتجوزه الكتر ما تحسب علي خلاص وكل الوسط بقى عارف ان انا بحبه فانا اصريت اكتر ان انا لا خلاص اتعرفت ان انا بحبه وكااني مشيت معاك انت حبتين من اهلا يا دكتور من اهلا يا دكتور وبعدين هو بقى كان استلمني كان بيوصلني ما كانش عندي عربية فكان بيوديني ويجبني السكك دي بقى ويفتح لي باب العربية ايوة بس هل بيبينحنح ولا عايز اه طبعا هو بيبينحنح ده كان كل ما نطلع من المسرح بتاع الفل فل يا استاذ يروح واخد ومعلق فانتها لي يا حبيبتي مش عارف ايه بعد ما اتجوزنا الراجل بتاع الفل بيقول له فل يا استاذ قال له اتجوزنا قلاص تعالي ناخد هيا لحبيبتي لدهك ازاي استاذ فؤاد هو اكلم سمير غانم وقال له انا عايز دلال تيجي تشتغل معي فرحت معي سمير خدني وروحنا نقابل الاستاذ بقى كان في مسرح الزمالك فلقيته بقى ايه عاد بتوشوش هو وسامير كده وانا وقفة على المسرح بعمل بروفا طبعا وفقت طبعا امل بالنسباني ان انا اقف جميل الاستاذ فلقيته بيقول لي ايه دلال انت عربيتك الجديدة عاملة كم الف انا قلت له اتناشر الف قال لي منهم حداشر بتلفي ورا سامير بصي قاعد شوش سمعيتك معاه يا لهوي عليك يا سامير فنح مدوب الرهبة اللي بيني وبينه قاعد يهزر بقى معايا ومن ساعتها بقى نص حب وحبايب طب فلو سمحتي ثبتي ان هو كان بيحبك عشان تروحي عليه هو اللي كان بيرسم عليه ايوه لغاية دلوقتي مقدرش يستغنى عني طبعا ايوه طب ندب ان هو بيقعد يقول كده بس هو بيقول بيقاوح عشان ما يضيعش المعجبات اه هو طب انت لسه في معجبات اللي سامير اه ماشاء الله مش كده اه لأ حقي وبفرح بقى كنت الاول بغير بقى وامشي وراهم وامشي وراهم بالعربية وعمل كبسات وحاجات كده لو النبي يوه ده انا مرة احكيلك بقى اه ايوه احكيلي يا اختي بس حاجة ممكن يزعل بقى هو فيها منشعه لا بس ممكن يزعل حبيبي ده مرة ايه انا بعرفه بقى لما يعد يتنحنح في التليفون كوي ايوه ايوه كميلا ايوه كميلا ادي معاد واحدة من بتقول الموسوعاتي والسي السامير الموسوع اللي مش هارف ايه اه اللي بجعه موسوعات ايوه فانا بقى كان عندي شغل في التليفزيون فانا عرفت المعاد بفقاقة بتاعتي والتجسس فهو فاهم ان انا في التصوير فروحت رايحة كبسة في المعاد اللي هي جايباله الموسوع فيه كويس اوه حرام يعني الله اعلم يعني ايه كان ايه بس انا كنت بغير جدا فكنت لسه متجاوزة جديدة دا قلت لا لقيت وايه ايه جايبك تيوش عندك تصوير قلت له دا بريك فقلت ااجي بس اهم الحاجة هنا في البيت وارجع على طول لقيته بيلف حوالي النفسه بقى في البيت اه ومداقه شوية ولقيت بقى دي بتخبه اه واحدة بقى استغفر الله العظم اه 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 انتي ويزا اه انا بصت قلت له سامير مبروك عليك انا نزل رايحة لسه تعالي انا تعالي انا انا بيش لواحش جيه اه 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 فردتلي يعني شوية المالو تقول شوف ربنا الاعماله بالليات ان يسسسا من خدمات اه است Pawe اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة